اشتركوا في القناة 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 اللي شغاله. انا شايفين هون لانه في الاعلى اول شيء اللي هي هون. هلو تايم اثنين سكند وماكس ايج عشرين سكند. مثلا هاي علشان قبل ما يتم تشغيل Spanning Tree مرة ثانية. الان اخذنا نظرة عامة عن يعني ال Spanning Tree الان لو دخلنا لل Global Configuration Mode. اخترنا Port Channel. فينا Load Balancing. الان علشان تعمل Load Balancing في اكثر من طريقة. يعني افضل طريقة او الاكثر طريقة المستخدمة اللي هي مثلا سورس. او ممكن تستخدم اللي بدك اياه. لكن هاي الخيارات الستة هم موجودات عندك. او يعني بس هاو كل الامر تبع عمل Load Balancing على الان. فهو بعمل اكس اوور. السورس. مادستيناشن اي بي ادرس. اكس اوور. بايناري. لا السورس مادستيناشن ماك ادرس. وعلى اساسه بيحدد الانترفيس. يلي بده. يعني يتصل. يستخدمه او البورت جانال. اللي بده يستخدمه. الان اه راح نختار او راح اه يعني نشوف اه. نشوف اه. نشوف اللي هي شو سباننج. تري اكتب. شفنا انه مثلا هون نفي عنا اه. 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 انه اه. انه اه اه اه. وحسنا اه اه. اه اه. شو انه في هنا عندنا port channel لو حكينا show IP interface brief اه يبدو انه في عندنا مشكلة بالport channel down down show interface port channel 3 اه 2 بحكي لي انه هي down و بحكي لي انه line protocol not connected طب نروح على global configuration mode و نحكي interface port channel to shut down نصبر علي شوي بس بعدها نحكي له no shut down اه شوفوا الرسالة اللي برسلنا اياها هو بحكيها trunk mode ethernet is dynamic port channel is trunk فبهاي الحالة يعني يفضل انه اعمل exit من هون وادخل انترفيس range ethernet 1 0 1 وحكي له switch port trunk encapsulation dot one queue switch port mode trunk allowed vlan all اه لا زال الى الان عنده نفس المشكلة فبهاي الحالة نرجع مرة ثانية ندخل بس هاي المرة يعني هو مرات انترفيس 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 ودخل نفس الاوامر مثلا switch port mode trunk switch port allowed vlan all بعدين ادخل الانترفيس اللي بعده لانه مرات يعني بكون فيه bug مثلا بالسوفتوير فانت بدك تجرب وتشوف يعني شو اللي ممكن اصير معك حاليا لو عملت exit ودخلنا على الانترفيس انترفيس port channel حكينا له shutdown بعدين no shutdown نشوف اه طبعا هاي خلاص دخل بعملية shutdown نحكي له حاليا no shutdown ونشوف يعني تمت العملية ولا لا ونشوف ونشوف اه 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 حاليا صار تماما لو حكينا له الان connected شايفين line is up و connected بينما في السابق هون كانت not connected و line is down هاي هاي تشوفو على الشاشة هيك تمام الان الان صارت عندي connected الان لما لما اجي احكي له show spanning tree active فمنلاحظ انه عندي forwarding forwarding وصار عندي ثلاثة ثلاث port channels يعني هاي كمان فرصة ممتازة انه نشوف ما بعض كيف نقدر نعمل troubleshooting اه يعني الفيديو اللي يعني رح نعمله بعد بعد هذا الفيديو رح نتحدث عن موضوع انه كيف اه اول شيء اه يعني نعمل modifying او نغير على ال spanning tree اه طبيعة spanning tree ونشوف يعني حاليا لو اجيت حكيت حكيت له show interface trunk trunk فهونا طبعا بحكي لي انه اه لكن شايفين في ال ال port channel ال allowed بال VLAN طبعا ال تبعا طبعا تعرف انه ونط انطر هذول ال allowed فهونا اذا في عندك اشي محجوب بتعرف كيف تعمله åلاو هونا بتشوف اي شي اللي فعليا اكتف يعني بعد بتعمله افضل شي ندخل على global configuration mode ونأخذ الport channel interface port channel 1 ونحكي له انه switchport mode trunk encapsulation.1q switchport mode trunk بعدين نحكي له trunk allowed all طب نعمل int ونشوف ايش التغيير اللي حصل عنا switchport mode trunk طب نشوف لسه بعدها learning عشان هيك شايفين هي بوضع learning مش بالforwarding فعلشان هيك نصبر عليه شوي بعدين نشوف trunk الان توقع trunk صارت اخر شي عنا هاي شايفين بينما قبل قليل بينما كانت في عملية learning طبعا كان هنا عنا نون مش ما ما كانت قادر على يعني عمل bridging على layer على layer 2 بينما كان يعني في وضعية learning الان لما انتقل لوضعية الforwarding هنا انتقل لوضعية الforwarding فمباشرة صار قادر على تمرير vlan 1 في عنا كمان هون اللي هي الكوست يعني التكلفة فطبعا كل تكلفة هون يبدو انه في امر لازم نشوفه على كل حال لو حكيت له مبدئيا شو ايثر تشانل سمري عشان نلقي نظرة على الانترفيس لكن لما اعمل bundling انا لأكثر بانترفيس رح يظهر اندي التكلفة تبعته للا الانترفيس رح اقل شاك الاستماك والسلام عليكم